بسبب الغارات المتواصلة الصحة العالمية تحذر من انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكامل والأونروا تحمل العدوان مسؤولية أكبر عملية تهجير منذ 1948 مع استمرار تكبده خسائر كبيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب فرقة عسكرية كاملة من غزة وينقل جنود وحدة أخرى للضفة الغربية قشية تصاعد التوترات جوتيريش يؤكد عدم وجود مبررات منطقية لإسرائيل لمنع وصول المساعدات لغزة ويشدد على استحالة مرورها للقطاع مع استمرار القصف التاسع مساء بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم أكثر من مئة يوم مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهد خلالها أكثر من 24 ألف شهيد و60 ألف مصاب وأكثر من 8 ألاف مفقود فضلا عن تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية أكثر من 100 يوم أبهر خلالها الشعب الفلسطيني العالم بصموده وصلابته أمام بطش الاحتلال في ظل قصف غير منقطع برا وجوا وبحرا على قطاع غزة أمام بطش أمام بطش لليوم الواحد بعد المئة يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا استشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين وأصيب أخرون وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 33 مواطنين من بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة كما شهدت تعدة مناطق في خانيونس جنوب قطاع غزة وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع قصفا مدفعيا مكثفا من جانبي وصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الأوضاع في قطاع غزة بالكارثية بسبب البرد الشديد وظروف النزوح أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24 ألف ومائة شهيد فلسطيني منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأوضحة للسلطات الصحية أن عدد الإصابات ارتفع إلى ستين ألف وثمانمائة وأربع وثلاثين فلسطينيين مشيرة إلى أن نحو مائة واثنين وثلاثين فلسطينيين استشهدوا وأصيب مائتي واثنين وخمسين آخرين خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية انقضت المائة الأولى وازدادت يوماً ولتزال فصول المجازر والإبادة الممنهجة تتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي بينما العالم خجلاً في بيانات ودعوات لم تكفل أدنى حماية للألاف من قصف وبرد وجوع مصر على عهدها في مساندة قضيتها التاريخية عبر ديبلوماسية مكوكية لا تكل ساهمت في تغيير مخططات التهجير التي تم الترويج لها إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل لحل الدولتين كذلك بذلت مصر جهوداً ضخمة لإدخال المساعدات واستقبال المصابين الفلسطينيين إضافة إلى جهودها في محاولة التوصل لهدى وصفاقات التبادل الأسرى والمحتجزين في تل أبيب يبدو أن صدمة السابع من أكتوبر لا تزال سارية المفعولة فدولة الاحتلال تأبى على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة وتواصل مجازرها بلا هواد في قطاع غزة في عملية بهتت أهدافها فلم تستطع سلطات الاحتلال الوصول للمحتجزين أو إنهاء ضربات الفصائل الفلسطينية لتستعر نيران التظاهرات في تل أبيب رفضاً لسياسات الحكومة اليمينية الحالية التي تواصل قصف قطاع غزة في وحشية قد تفاقم النزاع إلى توترات إقليمية وفي المقابل تتمسك الفصائل الفلسطينية بتواجدها في مواجهة عملية الاجزياح البرية وتتمكن بين حين وآخر من تحقيق نجاحات ضد قوات الاحتلال التي أعلنت مقتلى 188 من عسكريها منذ بدء العمليات البرية في غزة في أكتوبر إضافة إلى إصابة المئات من جنود الاحتلال الوضع الميداني بالقطاع المنكوب يشير وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة بينما تكرر وزارة الصحة غياباً من التحتية الكافية لاستيعاب النازحين رغم مرور المئة يوم الأولى إلا أن أفق الحل لا تزال ضبابية وسط تحركات ضعيفة للقوى الكبرى التي تسيطر عليها أجنداتها الخاصة بينما كانت تحركات شعوب العالم أكثر ضراوة عبر خروجها بمئات التظاهرات مطالبة بوقف هذه الحرب التي تعد جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينة أونورو فلابا لازاريني أن القصف المستمر في جميع أنحاء قطاع غزة أدى إلى أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وأوضح المسؤول الأممي أن ملاجئ الأونورو أصبحت مكتنظة بالنازحين الذين يفتقرون إلى كل شيء من الطعام إلى النظافة إلى الخصوصية مشيراً إلى ظروف غير إنسانية يعيشونها فيما تنتشر الأمراض وتقترب المجاعة بشكل سريع أكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري أن النظام الصحية في قطاع غزة يقف على شفا الهوية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع على مدار مئة يوم أشار مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إلى أن 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى يواصلون عملهم على نحو جزئي في ظل نقص التواقم الطبية المتخصصة وانعدام الوقود والكهرباء ما تسبب في وفاة الكثير من المرضى والمصابين لافتاً إلى أن 85% من مجمل سكان غزة نزحوا عن ديارهم هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة وأعلنت حركة حماس عن استهدافها لجرافة إسرائيلية بقضيفة الياسين 105 بمدينة خان يونس جنوب القطاع فضلاً عن تمكنها من استهداف قوات راجلة شرق مخيم البريج وبمدينة خان يونس كما أعلنت حركة حماس عن مقتل اثنين من المحتجزين الإسرائيليين اليوم في قصف لقوات الاحتلال على قطاع غزة في المقابل أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 18 ضابطاً وجندياً في معارق قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أعلنت إداعة الجيش الإسرائيلي عن انسحاب الفرقة السادسة والثلاثين من داخل مدن ومحافظات قطاع غزة تضم الفرقة سادسة وثلاثين ألوية جولاني والسادس ومائة وثمانية وثمانين وسلاحاً دسا ومن المقرر أن تبقى في القطاع ثلاث فرق فقط هي الفرقة تسعة وتسعين والمائة واثنين وستين والثمانة وتسعين يأتي الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية بعد مائة يوم من الحرب على القطاع هجم خلالها ثلاثين ألف هدف في غزة كما أفادت صحيفة هارس الإسرائيلية أن الجيش قرر أيضاً أسحب جنود وحدة دوفدفان من قطاع غزة ونقلهم إلى الضفة الغربية بسبب الأوضاع الأمنية هناك والتي وصفها مسؤولون أمميون بأنها على وشك الانفجار قتلت إسرائيلية وعصيبة ثمانية عشر إسرائيلياً آخرين من بينهم حالات حارجة في عملية مزدوجة ووقعت في بلدة رعنانا بالقرب من تل أبيب في الداخل الفلسطيني المحتل أوضحت شرطة الاحتلال أن العملية وقعت في ثلاث أماكن مختلفة من رعنانا مشيرة إلى أنها تمكنت من اعتقال منفذ العملية بعد مطاردتهما وأكدت أنهما من بلدة بني نعيم شمال الخليل جنوب الضفة الغربية وأكدت الشرطة أن 13 أصيبوا في عملية الدهس بينما أصيب ستة آخرون في عمليات طعن وإلى اللاضفة الغربية حيث استشهد شاب وفتاة وأصيب تسة آخرون بجراح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة دورة جنوب الخليل وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورة بعدد من الأليات العسكرية واعتقلت شابا من داخل محل تجاري يملكه وأشرت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها وأطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع ما أدى لوقوع العديد من الإصابات بالرصاص وعشرات حالات الاختناق بالغاز وأكدت أن قوات الاحتلال استخدمت الشبان كدروع بشرية خلال المواجهات المندلعة في دورة كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي جامعة النجاح الوطنية في مدينة أبلس شمال الضفة الغربية المحتلة واعتقل قد 20 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لأمور نقابية هذا وقال المتحدث باسم الجامعة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة واعتدت على اثنين من أمن الجامعة تم نقلهم إلى المستشفى واعتقلت الطلاب الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ 25 يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلبة ترجمة نانسي قنقر أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 101 على قطاع غزة أعرب أشتية عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا وقانونيا مستندا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إننا نأمل أن لا يتم تسييس المحكمة وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاء مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك من جانب آخر أنني آمل أن يتم السماح للصحافة الدولية من الوصول إلى داخل قطاع غزة ليتم توثيق الجرائم التي ترتكب هناك إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول كما أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرة الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة وقد توفي البعض منهم والتصريح علنا حول أوضاعهم قال رئيس تشيلي جابريال بوريك إن الوضع في قطاع غزة حاليا أسوأ مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945 وأكد بوريك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة مشيرا إلى حجم الدمار الذي لاحق بالمنازل في غزة وتشريد أكثر من مليون وتسعمائة ألف شخص فضلا عن نفاذ المواد الغزائية وفيما يخص الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية أكد بوريك دعمه للدعوة المرفوعة ضد إسرائيل مشددا على أن بلاده ستقوم بما يقع على عاطقها في هذا الخصوص قال زينة دانجور المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية قال إنه يجب على إسرائيل وقف حربها على غزة والموافقة على إدخال المساعدات أضاف دانجور في لقاء سابق ببرنامج التاسع على التلفزيون المصري أن بلاده بالإضافة إلى العديد من دول العالم تقف ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وأنها تعد إبادة جماعية نحن أوضحنا قضيتنا أننا ندافع ضد الجرائم الإبادة الجماعية في غزة تدمير المنازل، قتل الأنفس، العيادات، المستشفيات وكل البناء التحتية المدنية وجمعنا كل هذا في حوالي في ملزمة، وقلنا أن حوالي 24 ألف طفل تمقت لهم وكل هذا يشمل أو يتضمن تحت مسمى الإبادة الجماعية والمبيت بالنية من قبل وقضينا أن أو طلبنا أن يقضى في هذا الأمر بشكل ممنهج وقلنا أن رئيس الوزراء نيتنياهو وأن باقي عضا الحكومة يجب أن يقفوا هذا وأنهم مجرمي حرب وأنهم متهمون بالإبادة الجماعية نظمت نقابة الصحفيين يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور مئة يوم على العدوان الإسرائيلي يأتي ذلك تحت عنوان مئة يوم من العدوان أوقف الحرب حاكم مجرمي الحرب حيث أكد ناقيب الصحفيين خالد البلشي أن الوقفة التضامنية تأتي لرصد حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين ولدعم الجهود الدولية وعلى رأسها دولة جنوب إفريقيا والتي غيرت الموقف من القضية الفلسطينية على الساحة الدولية النهاردة يوم لإحياء مئة يوم على جريمة الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني النهاردة يبقى فيه أكثر من فعالية منها جزء فعالية لتكريم الصحفين الشهداء وكلمة من صحفين حولين الصحفين الشهداء احنا عندنا أكثر من 107 صحفي وعامل في مجال الإعلام استشهدوا خلال الحرب وفي جريمة ربما هي الأكبر في تاريخ الإعلام في العالم كمان عندنا كلام عن كيفية دعم جهود المحاكمات الدولية اللي هي بحق مقرم الحرب الصهينة بشكل ومعاونيهم موقف شديد لاحترام قدمته نقابة الصحفين المصريين وهذا الموقف هو الموقف المتماهي مع المواطن المصري مع رجل الشارع مع مصر الرسمية الكبيرة المساندة دوما لحقوق الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والمنصفة أيضا لدماء عشرات الآلاف من الشهداء الذين قضواهم صامدون على أرضهم في فلسطين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش أنه لا توجد مبررات إسرائيلية منطقية لمنع وصول المساعدات لقطاع غزة وخلال كلمته أضاف جوتاريش أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى غزة تحت القصف المتهور مطالبا بزيادة الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة كما أكد جوتاريش أن الوضع يتطلب وقف إطلاق نار إنسانيا فوريا في غزة مشيرا إلى أن التوتر الذي تشهده المنطقة يمكن تجنب عواقبه بوقف إطلاق نار في غزة أكدت وكالات الأمم المتحدة أن هناك حاجة ما سا إلى تغيير جذري في تضفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض الكثيرين للمزيد من الأمراض وقال رؤساء برنامج الأغزية العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف ومنظمة الصحة العالمية إن إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة يعتمد الآن على فتح مزيد من المعابر الحدودية والسماح لأكبر عدد من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميا وكذا الحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول الأجنبية وتستعد أكثر من 90 شاحنة للدخول إلى قطاع غزة عبر المعبر من بينها شاحنتان تحملان كمية من غاز الطهي الخاص بالمنازل وأربع شاحنات وقود حيث بلغ عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر نفح منذ بدء العدوان نحو 9 ألاف شاحنة تحمل عشرات الألاف من أطنان المساعدات والوقود إلى أهل القطاع ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري هذا واستقبل المطار اليوم طائرة مساعدات كويتية تحمل 40 طن من المساعدات فضلا عن ثلاث سيارات إسعافة مجهزة لأهل قطاع غزة هذا وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي ما يقرب من 486 طائرة من بينها ما يقرب من 395 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة وهي مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانبي 91 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية نشرتنا مستمرة وفيها المزيد قوات الحوثي تصيب سفينة حاويات أمريكية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي والولايات المتحدة تؤكد أنها لا تريد صراعا مع قوات الحوثي في اليمن أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليق عدن مضيفة أنها تعتبر كافة السفن والقطع الحربي الأمريكية والبريطانية المشاركة في العضوان على بلدها أهدافا معادية يأتي هذا بعدما قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي اليمنية قصفت سفينة حاويات تمتلكها وتديرها الشركة أمريكية بصاروخ باليستي مضاد للسفن دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة كما أوضحت الشركة المالكة أن السفينة أصيبت أثناء بحارها على بعد مئة ميل لقبالة خليق عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة مؤكدة سلامة جميع البحارة كانت شركة أمريكية البريطانية للأمن البحري قالت في وقت سابق أنها طلقت تقارير أفادت بإطلاق قوات الحوثي ثلاثة صواريخ أثناء منهما لم يصل إلى البحر أما الثالث أصاب ناقلة البضائع السائبة أكد منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كاربي أن الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع قوات الحوثي في اليمن وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن اتخذت الخطوات اللازمة تحسبا لأي هجمات انتقامية من قوات الحوثي وشدد على أن الغارات الأمريكية التي كانت تهدف إلى عرقلة قدرتهم على شن الهجمات كان لها أثر إيجابي معتبرا أن خيار قوات الحوثي الأنسب هو وقف هجماتهم في البحر الأحمر أكد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أن هدف بلاده تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وأوضح سوناك أنه يريد استعادة الاستقرار في المنطقة مضيفا أن المنطقة واجهت سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل قوات الحوثي على السفن التجارية هدفنا هو تهدئة التوترات في المنطقة واستعادة الاستقرار فعليا في المنطقة لقد واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية بما في ذلك الهجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية وهذا غير مقبول لكن من الصحيح أننا اتخذنا إجراءات متناسبة ضد أهداف عسكرية لإرساد رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول لكن كان ذلك الملاذ الأخير قال وزير الدفاع البريطاني جران شابس أن بلاده ستنتظر قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد قوات الحوثي في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي وأكد وزير الدفاع البريطاني أن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي بغض النظر عن رغبة بلاده في المشاركة في تحرك في البحر الأحمر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت هجوما صاروخيا على منطقة كورسك روسية وأوضحت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية دمرت ثلاثة صواريخ من تراز توشكايو أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك جنوب غرب روسيا دون الإعلان عن وقوع أدرار أو إصابات جراء الهجوم وصواريخ توشكايو هي صواريخ باليستية تيكتيكية قصيرة المدى أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن الجيش الروسي نشر عشرة سفن حربية من بينها حاملة صواريخ مسلحة بثماني صواريخ من تراز كاليبر في مهمة قتالية بالبحر الأسود وأوضحت البحرية الأوكرانية أن هناك سفينة حربية روسية واحدة تبحر في بحر أزوف والبحر المتوسط من دون أن يوجد بينها أي حاملة صواريخ يأتي ذلك بعد أن أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق أن التهديد بشن ضربات صاروخية روسية موجهة لا يزال قائما على كامل الأراضي الأوكرانية أكدت الرئاسة الروسية الكريملين أن النقاشات حول صيغة السلام في أوكرانيا بدون موسكو ممكنة لكنها عديمة الأفق على حد وصفها وأوضح الكريملين أن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا في ظل إحجام الغرب وكياب عن مراعاة اعتبارتها الأمنية سنوية ثانية لبدء العملية العسكرية قدمت أوكرانيا صيغة سلام لإنهاء الصراع الدائر مع روسيا وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة خلال اجتماعا لمساشاري الأمن القومي من أنحاء العالم في دافوز ناقش المشاركون مقترح الرئيس الأوكراني فروديمير زلينيسكي الذي يتضمن عشر نقاط تهدف إلى تحقيق السلام في البلاد محادثات السلام التي تحتضنها سويسرا على هامش أعمال منتدى دافوز العالمية تهدف إلى وضع لمسات نهائية على الصيغة المبدئية للسلام في أوكرانيا لتشكل أساسا المراحل المقبلة من عملية السلام محاولات التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية لن تجد لها سبيلا للتنفيذ ما لم يجد القائمون عليها أرضا مشتركة تسمح من ضمام روسيا للمفاوضات وذلك وفق ما أكده وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس أعمال كبيرة وضعتها أوكرانيا على دول جنوب العالم ودورها في دعم صيغة السلام وتغيير موقفها المحايد من الوضع الراهن في البلاد وعلى الصعيد الميداني عطردت روسيا ثلاثة صواريخ أوكرانية كانت استهدف مقاطعة كرسك الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا كما تم عطرده 17 صاروخا لراجماته مرسو وأورغان وإسقاط 23 طائرة مسيارة أوكرانية في مناطق متفرقة ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها الجهات المانحة بتقديم 4.2 مليار دولار لدعم المناطق التي مزقتها الحرب في أوكرانيا وكذلك اللاجئين الأوكرانيين عام 2024 وقال منصق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مورتن جريفث إن مئات الأطفال يعيشون في حالة رعب وصدمة وحرمان من احتياجاتهم الأساسية في مناطق على الخطوط الأممية للحرب داعينا لتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن عزمها بإرسال نحو 20 ألف جندي للمشاركة في منورة عسكرية كبيرة لحلف الأطلنطي في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري وقال وزير الدفاع البريطاني جران شابس قال إن لندن سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف النيتو منذ نهاية الحرب الباردة وتشتمل عملية النشر 16 ألف جندي سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز F-35B وطائرات استطلاع حان الوقت لجميع الدول الحليفة والديمقراطية في جميع أنحاء العالم لضمان نمو إنفاقها الدفاعي فبريطانيا ستلتزم بإرسال 20 ألف جندي للخدمة في جميع أنحاء أوروبا ويشمل النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في أوروبا الشرقية في الفترة من فبراير إلى يونيو فضلا عن مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية وطائرات مراقبة أعلنت كوريا الشمالية نجحها في تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ومحمل برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكن التحكم فيه وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية أن تجربة إطلاق الصاروخ لم تؤثر قط على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي مشيرة إلى أن الهدف من التجربة كانت تحقق من خصائص الانزلاق والمناورة للرؤوس الحربية متوسطة المدى والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت وقدرة محركات الوقود الصلب عالية الدفع متعددة المراحل والمطورة حديثا انطلقت اليوم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا في أول اختبار رئيسي لتحديدي إن كان بإمكان المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب هزيمة خصميه نيكي هايلي ورون دي سانتس من المتوقع أن يفوز الرئيس السابق الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات بأول عملية تصويت في البلاد تجرع في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي ببطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري تعد ولاية آيوا نقطة انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ما ينحها منذ نصف قرن وزنا كبيرا في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل وصول ماراثون الانتخابات إلى نقطة النهاية نوفمبر المقبل استطلاعات الرأي تمنح الرئيس السابق دونالد ترامب والساعي للعودة إلى البيت الأبيض أغلبية أصوات الجمهوريين في مواجهة منافسي نيكي هايلي ورون دي سانتس رغم الاتهامات القضائية الموجهة إليها في ولاية آيوا وعدد من الولايات المحافظة الأخرى يتمتع ترامب بقاعدة جماهيرية كبيرة قادرة على غض الطرف عن مشاكله القضائية فيما لا يزال الهجوم على مقر الكونغرس قبل ثلاثة أعوام يثير انقساما في الولايات المتحدة ترامب صاحب السبعة والسبعين عاما أمامه الكثير من الملفات القضائية الأخرى في العام 2024 حيث من المقرر أن يمثل أمام القضاء في واشنطن في الرابع من مارس بتهمة التآمر لإلغاء نتائي الانتخابات في العام 2020 في جورجيا يتي ذلك فيما تقرى في اليوم التالي أي في الخامس من مارس نحو خمس عشرة ولاية من بينها مين وعكولارادو تقرى الانتخابات التمهيدية وهو ما يعرف أيضا بالثلاثاء الكبير عندما يتوجه الناخبون إلى صندوق الإختراع أما فيما يخص المنافسان الآخران فقد حظي حاكم فلوريدا رون دي سانتس بإشادات لأدائه القوي في رابع مناظرة في ألباما شهر الماضي فيما تسعى حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي لخوض مواجهة مباشرة مع ترامب في ولايتها المفضلة نيو هامتشاير حيث يسمح للمستقلين بالتصويت وهو أمر يمكن أن يعزز حملتها بشكل كبير كل ذلك من أجل خروج مرشح واحد يمثل الجمهوريين في مواجهة مرشح الحزب الديمقراطي كما اعتاد الأمريكيون في السنوات الأخيرة أو حتى مرشح من طرف ثالث قد يكون مستقلة وهو أمر نادر الحدوث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية حيث أشار إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني ما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا وما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة لسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات على أن تؤجل الموافقة النهائية لجلسة الغد كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع مصر وصندوق النقد العربي جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدوى لأعماله في مستهل الجلسة العامة أحال رئيس المجلس اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما وخلال الجلسة وفق المجلس برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات على أن تؤجل الموافقة النهائية لجلسة الغد نحن أمام لحظة تاريخية تعزيزاً للقضاء المصري الشامخ بمطلعة لمواد الدستور أجد أن مشروع القانون المعروض علينا يحقق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المواطن في الخصول على عدالة والدفاع عنه كما يجب النهاردة يوم غاية في الأهمية لأنه يوم لتحقيق العدالة الجنائية في الدولة الوطنية المصرية إنجاز حقيقي يعيه يقيناً كل المهمومين برسالة حق الدفاع في كافة الاتجاهات النهاردة ونتاج لأمر مهم وهو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرت بوضوح مبدأ التقاضي على درجتين لتحقيق مفهوم الشرعية الجنائية وعلى إسره تحقيق مبدأ العدالة الجنائية بما لا يخل بمبدأ العدالة الناجزة كما وفق المجلس خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع مصر وصندوق النقد العربي وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع من جانبهم أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تعديلات أحكام قانون الإجراءات الجنائية تضمن التقاضي على درجتين بدلا من درجة واحدة وحول اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي أكد الأعضاء أن الاتفاقية تتضمن أيضا إصلاح ميزان المدفوعات تعديل مهم جدا على قانون الإجراءات الجنائية بيضمن الاستئناف على الأحكام الصدرة من الجنيات كان الأول الأحكام المتعلقة بالجنيات لديه درجة في التقاضي قبل ما يروح درجة واحدة قبل ما يروح محكمة النقد النهاردة بنتكلم عن درجة تانية اللي هي درجة الاستئناف ده بيفتح أفاق جديدة في ضمانات المحاكمة المنصفة والعادلة بيحقق نصور دستور المادتين 96 والمادة 242 اللي بتتكلم عن مدة عشر سنوات ثم يصدر قانون الاستئناف الجنيات النهاردة العشر سنين بينتهوا والحكومة بتقدم مشروع القانون اللي بيضمن استئناف الجنيات حقيقة أنا شايفة ان النهاردة يوم عيد دي حقيقة يعني لكل المتقاضين والمتهمين ان هو يفرز تعديل يعني مواد القانون الإجراءات الجنائية بيدي فرصة طبعا للمتقاضي وللمتهم ان يبقى فيه عنده فرصة تانية للتقائد فده عمل رائع جدا الاتفاقية دي بمبلغ 153 مليون و475 ألف دي نار عربي والغرض منها يعني بتعادل 614 مليون دولار والغرض منها هو الإصلاح الهيكلي وتحسين ميزان المدفعات هذا السندوق أنشئ من أجل ستة أغراض أساسية أهمها هو إصلاح ميزان المدفعات بالنسبة للدول الأعضاء تحل اليوم ذكرى ميلاد زعيم الأمة العربية الراحل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والذي ولد في حي بكوس الشعبي بالإسكندرية في عام 1918 قاد الزعيم الراحل مع مجموعة من الضباط الأحرار ثورة يوليو عام 1952 التي غيرت مجرى الحياة والتاريخ في مصر في حي بكوس الشعبي بالإسكندرية وتحديداً في الخامس عشر من يناير عام 1918 ولد قائد ثورة يوليو زعيم الأمة العربية الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر التحق عبد الناصر بالكلية الحربية وتخرج فيها في يوليو عام 1938 ثم انتقل عام 1939 إلى السودان وتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول بعدها عمل في منطقة العالمين بالصحراء الغربية ورقي إلى رتبة نقيب في سبتمبر عام 1942 وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك وفي العام التالي انتدب لتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها في الثاني عشر من مايو عام 1948 قاد عبد الناصر مع مجموعة من الضباط الأحرار ثورة يوليو عام 1952 التي غيرت مجرى الحياة والتاريخ في مصر وفي الرابع والعشرين من يونيو عام 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وهو ثاني رؤساء الجمهورية بعد زوال الحكم الملكي قرر عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في السادس والعشرين من يوليو عام 1956 وهو ما كان سبباً في العدوان الثلاثي على مصر وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 1958 أصبح جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا آنذاك وبعد هزيمة عام 1967 اهتم عبد الناصر بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية ودخل في حرب استنزاف مع إسرائيل عام 1968 وكان من أبرز أعماله في تلك الفترة بناء شبكة صواريخ الدفاع الجوي كما أنه من مؤسسي حركة دول عدم الانحياز وكان له بصمته الخاصة عند العرب وفي أفريقيا وظل رائداً لحركات التحرير في الشرق الأوسط والدول الأفريقية حتى رحل عن عالمنا في 28 سبتمبر عام 1970 رحم الله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تعد مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية منارة للعلم والثقافة حيث تضم العديد من الكتب والصور الخاصة بالزعيم الراحل تم تحويل منزل والد الزعيم الراحل الذي كان يتبع مركز جمال عبد الناصر الثقافي إلى مكتبة ونقلت تبعيته من قطاع الفنون التشكيلية إلى صندوق التنمية الثقافية وتمت إعادة بنائه وترميمه بهدف تحويله إلى متحف لمقتنيات الزعيم جمال عبد الناصر ولكن عدم مناسبة المكان لكونه متحفا صدر قرار بتحويله لمكتبة عاما المركز فتح من 2016 بنستقبل كل الجمهور وكل أنشطتنا مجانا وبنعمل حاجات الأطفال زي الرسم والورش الخطة العربي وورش كثير كمان والزاوي الهمن برضو موجودين معنا أربعة يام في الأسبوع وكمان عندنا أنشطة للكبار زي لقاء البيت كل شهر بيحصل لهم لقاء بيقافين أدوات كثيرة جدا وعندنا كتب كثيرة جدا للكبار والصغيرين أهمها طبعا كتب لجمال عبد الناصر المركز هنا أيام على حاجة أساسية جدا كانت مطلب للزعيم جمال عبد الناصر الروحل اللي هي العدالة الاجتماعية وده كان بند من بنوط صورة يوليا 52 العدالة الاجتماعية برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعمها بشكل كبير في رؤية مصر 20-30 وده اللي فعلا بنقوم بيه في المركز من خلال الأنشطة اللي احنا بنقدمها احنا بنقدم عدالة ثقافية مكفولة للجميع الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التسعة محمد عبد الله جاهز بالتفاصيل أهلا بك محمد تفضل أهلا بك أبا وإلى أخبار اتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم أشهد البنك الأوروبي لعدة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال كما أشهد البنك بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة جاء ذلك في التقرير الانتقالي العام 2023-2024 الذي أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسليط الضوية على التطورات الاتصادية من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح وتشجيع ريادة الأعمال تنفيذ لتوجهات الدولة في المجالات التكنولوجية تم توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون والتنصيق في مجال التدريب بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز دريب محافظة أسيوت وجامعة أسيوت وعقب التوقيع أكد وزير الاتصالات عمر طلعت أن الوزارة تتبنى عددا من المبادرات في مجالات الرقمنة والتطوير التكنولوجي والمؤسسي وسهمت في تخريج آلاف الشباب في محافظة أسيوت الذين أصبحوا مؤهلين بدرجة كبيرة لسوق العمل وقادرين على الابتكار في مجالات ريادة الأعمال وصناعة التكنولوجيا بما يتوقب مع توجهات الدولة في ظل متطلبات الجمهورية الجديدة إلى أسواق المال حيث أنهت البرصة وتعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين الأجانب بينما مالت تعاملات المصرين والعرب للبيع وسط دولات بلغت 5.3 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تريليون جنيه و836 مليار وإلى مؤشرات البورصة حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.6 من المائة في المائة ليغلق عند مستوى 926 ألفا ومائتين وخمسين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.32 في المائة ليغلق عند مستوى 6.220 نقطة وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.9 من المائة بالمائة ليغلق عند مستوى 8.890 نقطة انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمية في منتج عديفوس السويسري تحت شعار إعادة بناء الثقة وقال مريك دوسيك المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي إن موضوع هذا العام يأتي استجابة مباشرة لحالة تأكل الثقة الواضحة في المجتمعات وبين الدول وأضافت السك أن البعض قد يربط الأمر مباشرة بالتحولات العميقة سواء كانت جيو سياسية أو جيو اقتصادية أو تلك المتعلقة بالمناخ والطبيعة ترجمة نانسي قنقر أظهرت بيانات الحكومية السعودية أن معدل التضخم السنوي في المملكة تراجع 1.5% في ديسمبر الماضي من 1.7% في الشهر السابق وأفدت هيئة الإحصاء السعودية أن الإجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9% في ديسمبر ما أدل ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والقهرباء والغاز وأنوع الوقود الأخرى 7.5% وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3% في 2023 وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6% ارتفع انتاج سيارات في روسيا في عام 2023 بنسبة 6% على أساس سنوي وقال نايبو رئيس الوزراء الروسي أنه تم إطلاق أكثر من 720 ألف سيارة من مختلف القطاعات في روسيا وبلغت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا العام الماضي 1.3 مليون وحدة وبذلك يكون سوق السيارات الروسية قد نمأ في العام الماضي بنسبة تفوق 50% ترجمة نانسي قنقر بدأ المزارعون المان الرافضون لسياسة الحكومة برافع الدعم عنهم بدأوا تحضراتهم الواسعة للاحتجاج في برلين واسطى استمرار تحرقاتهم وبدأ وصول تجمع الجرارات والخصصات وغيرها من الأليات الزراعية الفقيلة ويتحمل على هياكلها مختلف أنواع اللافتات للمطالبة بحقوقهم كمزارعين اياتو أخبار الاقتصاد عود من جديد إلى نوها وادة شكرا جزيلا لك عبدالل أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي عن ثوران بوركان في جنوب غرب البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع ما أدى إلى قلف صخور شبه منصهرة نحو مستوطنة قريبة للمرة الثانية في أقل من شهر وأوضح مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن ثوران البركان جاء بعد سلسلة من الزلازل بالقرب من بلد جريندابيك شهدت محافظة بانسويف موسم حصاد محصول البطاطس الحمراء والتي تستخدم في الصناعات الغذائية تحرص الدولة على توفير كل أوجه الرعاية للفلاحين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للأرض والتوعية بأفضل طرق الزراعة الحديثة واستبهجة وفرحة كبيرة من المزارعين وأطفالهم لحصاد المحصول خلال تلك الأيام من كل عام شهدت محافظة بانسويف موسم حصاد محصول البطاطس الحمراء والتي تستخدم في الصناعات الغذائية وتشتهر عدد من كرة مركز بيبا جنوب المحافظة بزراعة البطاطس الحمراء وتوجد بها مناطق تجميع وتصويق للبطاطس الدولة حرصت على توفير كل أشكال الرعاية للفلاحين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للأرض والتوعية بأفضل طرق الزراعة الحديثة لكي يتم جني المحصول دون أي خسائر على الفلاح فرحة من السنة للسنة وإحنا بنرزج والعمال كلهم بيرزجوا وفرحة يعني زرعة البطاطس حيل ومش وحش حصائد محصول البطاطس الحمراء ويكون يوم سعيد لنا والأسرة كلها يوم من السنة للسنة تعتبر عروة البطاطس زي عروة أساسية وعروة سابتة من أعمل محاصيل اللي بتدر عائد وربح لدى المزارع المصري أسعار طن البطاطس الحمراء زادت هذا العام عن السنوات الماضية بفضل دعم الدولة وحرصها على توفير كل الدعم للفلاحين طوال العام ولأي محصول يقوم الفلاح بزراعته الآن جاء موعدنا مع الأحوال الجوية والتقس إلى محمد عبدالله تفضل شكرا نوها وشكرا أبا إلى أحوال التقس وأبرز درجات الحر المتوقع غدا إن شاء الله يتوقع خبراء هيئة الرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا أثل أثاء تقسم ماء للبرودة نهارا على القاهرة القبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ماء للدفء على سواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي مالي بيان بدرجات الحر المتوقع غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى والبداية من القاهرة 18-11 الإسكندارية 19-11 مطروح 19-9 بورسعيد 20-12 والإسماعيلية 19-11 وإلى السويس 19-11 العليش 20-9 طابة 18-11 شرم الشيخ 24-15 والغردقة 23-14 إلى الأقصر 22-8 أسوان 23-9 الوادي الجديد 26 شلاتين 26-16 وحلايب 23-18 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر المحلوب ماء ثم ماركة محلوب ماء ملوزيج من الزواج ترجمة نانسي قنقر وأونوروى تحمل العدوان مسؤولية أكبر عملية تهجير منذ 1948 مع استمرار تكبده خسائر كبيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب فرقة عسكرية كاملة من غزة وينقل جنود وحدة أخرى للضفة الغربية خشية تصاعد التوترات جوتيريش يؤكد عدم موجود مبررات منطقية لإسرائيل لمنع وصول المساعدات لغزة ويشدد على استحالة مرورها للقطاع مع استمرار القصفة مشاهدين الكرام انتهت أخبار التاسعة لكن التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم ويوسف الحسيني مساء الخريص بقى كل اللي مصر بتعمله ده علشان خاطر أهلينا في فلسطين ولأجل القضية وفي الآخر خالص الكيان السهيوني مصر يطلع مجموعة من الشائعات بمنتهى التبجح زي اللي عملوا كده في محكمة لهاي وقالوا أصلا مصر هي اللي بتعطى الوصول المساعدات والمهم انه كل يوم يطلع تصرحات دولية بعيدة عننا زي تصريح أنتوني جوترش زي ما كنتوا بتتكلموا اللي انتوا بتعملوا هو اللي بيحول دون وصول المساعدات صحيح ايه اللي ممكن انا مش قادرة تصور مصرحة كامل بجيحة عندي كتير تقوله النهار داخل الحلقة عندي حاجات كتير مصرحة يعني تحسن هو الكلام كتير وزحمة في المخ صحيح وبعدين بتبقى قعد مسيطرة على نفسك علشان ايه ملحب ما يتخطاش كده ايه الحد الفاصل ما بين السياسة والإعلام هتبقى مسألة مؤلمة اشكرك جدا يا قادة وشكرا جدا لكيانوها واستأذنكم نبقى فقراتنا اشتركوا في القناة